من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبري من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكري تضيء معالم غراء من السمع والبصار معالم ترسم الدربة وتؤثر العقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح أما بعد إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والحلقات التي مضت من هذا البرامج النافع المفيد إن شاء الله تناولنا فيها بالحديث مع شيخنا العلامة والشيخ محمد الحسن القضايا تتعلق بالدولة الإسلامية والمراحل التي مرت بها وكذلك المراحل التي طوتها الدعوة الإسلامية في تاريخها المجيد والكلام عن قضايا تتعلق بأنواع الحكم والظلم الحاصل في حياة المسلمين المعاصرة وفي هذه الحلقة سماحة الشيخ وفقكم الله نريد أن نتناول طرفا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة الدولة وتدبير شؤون الرعية لكن قبل ذلك أريد من سماحتكم الافتتاح بمقدمة تتناول أهمية السيرة في حياة المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله إسوة حسنة للمؤمنين في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان فقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا والإسوة والأسوة معناها الاقتداء معناها هو الذي يقتدى به فهو التطبيق العملي للكتاب المنزل ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن وقد أبدله الله من القرآن وأبدل منه القرآن فإن الله قال في سورة الإسراء وقرآن وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا وكذلك في سورة الطلاق قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات فقال قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله فذكرا أبدل منها رسولا فلذلك هو في كل تصرفاته وأعماله المرضي عند الله سبحانه وتعالى فمن أراد سلوك طريق الاستقامة وطريق الجنة فلابد أن يبحث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاقتداء به وأيضا فإن من شروط الإيمان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من آلده وولده والناس أجمعين ولا يمكن أن تحبه إلا إذا عرفته فلذلك تحتاج إلى معرفة سيرته ومعرفة نسبه وشمائله وأصحابه وأزواجه وذريته فلن تحبه حتى تعرفه نعم ولذلك قال الشيخ البدوي رحمة الله عليه وإن عرفت النسب الخطيرة وصيرة تكون بهم خبيرا حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس كأنك تراه نعم وأيضا فإن هذه السيرة هي أجمل وأفضل وأعدل ما عرفته البشرية من تصرفات البشر والبشر دائما يحتاج إلى الرقي والنمو والزيادة ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام في أحتاجه الإنسان إلى تطوير نفسه والسمو بها وترقيتها ولا يتم ذلك إلا بمعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أرقى البشرية وأسماها فمن أراد أن يرقي نفسه في درجات الكمال الممكن فعليه أن يبحث أولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيرته وأن يحاول الاقتداء به والاتساء به ما استطاع ثم بعد ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بأداء العبادات كما كان يؤديها فقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وقال في الحج خذوا عني مناسككم وكذلك الحكم وغيره من الوظائف فالوظائف النبوية كالقضاء والإمامة وقيادة الجيوش والديبلوماسية وقيادة الأمة الرئاسة العامة للدولة هذه كلها يحتاج الناس فيها إلى إسوة ومذال وأحسن الأمزلة وأصدقها وأحبها إلى الله وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فلذلك احتيج إلى معرفة سيرته وهذه السيرة لم تطبق فيها قواعد الحديث فقواعد الحديث هي التي يتابع المحدثون وفيها دقة بالغة وحذر شديد من إضافة أي شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التيقن من ثبوته أو الظن الغالب وذلك لتحذيره هو من الكذب عليه فإنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي فليلش النار وقال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار فلذلك كان هذا التحذير الشديد دافعا للمحدثين للتدقيق في سنته وقد دققوا فيها تدقيقا بالغا حتى لم يمكن أن يقع فيها وضع أو كذب عليه إلا اكتشف وقد قال ابن المبارك رحمه الله لو أن رجلا هم من الليل أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصين لأصبح الناس ببغداد يقولون هنا هنم كذب وضع يفضحه الله نعم يفضحه الله ولذلك قال العراقي رحمه الله في الألفية فقيض الله لها نقادها فبيّنوا بنقدهم فسادها إلى حديث المضوع فبيّنوا بنقدهم فسادها فوفقهم الله سبحانه وتعالى لهذه القواعد الدقيقة التي لم تشهد البشرية مثلها فيما يتعلق بالسنة أما السير فنظرا لكون الفقهاء في أغلب الأوقات لا يعتمدون عليها في استخراج الأحكام وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة مباشرة فلذلك المؤلفون فيها في أغلبهم لم يعتنوا بقواعد أهل الحديث في تطبيقها على السيرة ولذلك قالوا وليعلم الناظر أن السيارة تجمعه ما صح وما قد نكر لكن مع ذلك ما كان منكرا منها كان بيّن النكارة كحديث الغرانيق وقد جاء كثير من أهل السير وهم محدثون فنخلوها كذلك وبيّنوا وضع كثير مما كان موضوعا فيها أو شككوه فيما دون ذلك فمثلا إمام أهل السيرة محمد أول إسحاق رحمة الله عليه وقلب السيرة النبوية وجاء ابن هشام اللخم الأندلسي فنخلها واستخرج منها ما يراه صحيحا وما سوى ذلك يستنكره فيورد شعرا ويقول أكثر أهل العلم بشعر ينكرها له ينكرها لهذا الشاعر وهكذا وكذلك ابن سيد الناس في عيون الأثر أيضا استخلص من سيرة ابن إسحاق كثير مما كان فيها مما هو مخالف وأيضا السهيلي في شرحه لسيرة ابن هشام الروض الأنف نعم نخلها ما استطاع وحتى في كل عصر من العصور يوجد تقريب ليس تصحيحا على طريقة المحدثين ولكن تقريب وفي زماننا هذا الشيخ أكرم ضياء العمري حفظه الله نعم سيح نبوية صحيح نعم حاول أن يطبق عليها قواعد أهل الحديث فكتب هذا الكتاب سيحر نبوية صحيح نعم قوله شيخ محمد أبو شهب نعم وعدد من المعاصرين الذين سعوا لنخلها نعم صحيح لكن مع ذلك بقي فيها بعض الأمور وهذا الجانب السياسي منها قلت العناية به لدى الأقدمين فكثير من الأقدمين كانوا يولفونها ويجمعونها كأخبار وقصص ولا يستخرجون منها فقها ولا يتدبر ويجز على الجانب العسكري والمغازي نعم هذه كانت المغازية ركز عليها مثلا سيدها وقائدها محمد أبو عمر الواقدي نعم مع ناهل الحديث يضعفونه ويجعلوه متروكا لكن مع ذلك اعتنى به طلابه ومنهم مثلا محمد بن السعد صاحب الطبقات وكاتبه نعم وهذا ثقة عند أهل الحديث وقد ألف الطبقات نعم وجمع فيها السيار والتراجب وأيضا الإمام الذهبي رحمة الله عليه في تأليفه تاريخ الإسلام في تاريخ الإسلام وفي سير إعلام النبلاء وفي العبر نعم حاول أن يستخلص منها كثيرا من العبر والأحكام وأيضا التصحيح في سير إعلام النبلاء استهد في تصحيح ما ينقله من الأخبار نعم صحيح وهو من المعلوم أنه من أئمة الحديث ومن أئمة هذا الشأن فيما يتعلق بالرجال والجرح والتعديل نعم والدكتور بشار عواد يسميه فنان التراجب نعم لأنه ألف فيها عددا هائلا من الكتب المفيد نعم أيضا بالنسبة للسير استخرج منها فقه ومن كبار المستخرجين له بعض المعاصرين الشيخ محمد الغزالي في القصيرة دكتور محمد سعيد رمضان نعم محمد سعيد رمضان البوطي أيضا في القصيرة وأيضا منير الغضبان صحيح وهو من أهم الكاتبين في هذا المجال قبل ذلك الإمام بن القيم في الزاد نعم بن القيم في ما يتعلق بالقضاء في القطلجان في القضاء نعم في الزاد وفي الطرق الحكمية نعم وفي إعلام الموقعين نعم فالزاد ذكر فيه كثيرا من الأمور المستخلصة من السيرة مثل العلاجات والطب النبوي نعم وذكر فيه الأحكام المتعلقة بالتطبيق الفقهي نعم الهدي النبوي في كل شيء هديه في الصلاة وهديه في الصيام وهديه في العشرة وهديه في الخنطة كان الطريقة مبتكرة في كتابة السيرة نعم هو كتاب متميز جدا نعم وكذلك ما ذكر القاضي عياض في الشفاء نعم فإنه أراد أن يحبب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الناس وأن يعرفهم به ويعرفهم بحقوقه وأن يرد الشبهات مع أنه ذكر بعض الحديث ضعيفة لكن مع ذلك لا يستغنى عن كتابه الشيخ كأن لكم مع كتاب الشفاء تجربة كتاب الشفاء كان أهل بلادنا يقرأونه دائما في شهر الربيع الأول نعم شهر الربيع يسمى الشهر النبوي نعم لأنه ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم و فيه الهاجر وبدئ فيه بالوحي نعم بالرؤية الصالحة نعم قبل كثة ستة أشخة لا يرى رؤيا إلا جاءت من فلق الصلح هذه بدايتها ربيع الأول ثم ربيع الثاني جمادة ثانية رجب شعبان ثم وحيه إليه في رمضان نعم وهو أيضا الذي جاء فيه إلى المدينة مهاجرا وهو الذي قبضه الله به فكان هذا الشهر حوا كثيرا من الأحداث النبوية مبدعا ومختبا قال إن الإسراء أيضا كان فيه الله أعلم مروي هذا عن ابن عباس مروي عن ابن عباس لكن لم يدقق فيه نعم فعموما كانوا يقرؤون هذا الكتاب على الناس في المساهد ويعلمونه ويعلمون محمة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأطفال والناس نعم من خلال هذا الكتاب نعم وقد كان شيخي رحمة الله عليه جدي شيخ محمد علي ممن واضبا على قراءته سنويا نعم وقد قرأناه عليه ثلاث عشرة سنة في شهر ربيع ختمنا عليه هذا الكتاب الله الله يعني في شهر ربيع كان يوقف الدروس الأخرى لا يوقفها تماما لكن يوقف تدريس كثير من الناس ويفرغوا هذه الشفاة نعم وبالنسبة لأصحاب البواهب وأصحاب الكتب الكبيرة المهمة يواصلون لأنه وقتهم ضيق نعم لكن الشفاة كان الشيخ يعتني به بهذا الشهر عناية كبيرة ويختمهم نعم بالنسبة لفوائد السيرة بالإضافة إلى ما ذكر كثير من فهم الكتاب والسنة لا يمكن أن يتم إلا من خلال العيش في هذا الواقع نعم وفي ظلاله نعم وإذا درسنا السيرة كأننا نعيش في ذلك الزمان ونعرف طبيعة أهله وأحوالهم وكانت جدتي النجاح رحمة الله عليها تقول إنها لم يبقى دارج أو سقط في قريش والأنصار الله وهي تعرفه سبحان الله فضلا عن من عاشه فالدارج الذي مات قبل البلوغ والسقط الذي لم خرج ميتا نعم لم يستهل صارخا نعم فكانت تعرفهم معرفة دقيقة وقد عرفت بإتقان السيرة عموما نعم حتى إن الشيخ جدي رحمة الله عليه كان يجعلها مرجعه في الصيرة سبحان الله وكثير من العلماء كذلك نعم حتى المؤلخ موريتانيا الكبير الشيخ المختار بن حامدي المشهور بن خلدون الثاني نعم مؤلخ مؤلخ كتاب حياة موريتانيا مسوعة كبيرة وهو من كبار الشعراء والعلماء والأدباء يقول في مرضيته لها تجد النجاح أمامها في البرزخي من قدمت من مالدين ومن أخي وجماعة بهم النجاح خبيرة منها النبي وآله فبخ بخي عليه الصلاة والسلام تجد النجاح هنا النجاح لأنها تجد النبي وآله وفي البرزخي نعم الله فهذه بعض فوائد السيرة النبوية نخلص إلى أن في علم السيرة علم الدنيا والآخرة نعم ونخلص إلى أن الدراسة من الأهمية بمكان لأن كثير أيضا نسيت واحدة من هذا الكارتني بها في علم الدنيا والآخرة نعم الرقة وصفاء النفوس والأخلاق نعم كريمة سبحان الله أثر السيرة فيها عجيب صحيح في تربية النفوس صحيح بعض العلوم تورث قسوة وبعض العلوم يورث خيلاء وتكبرا كالنحو نعم والسيرة خلاف ذلك نعم فهي تورث رقة ولينا وإخبات نعم 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 طيب سماحة الشيخ جزاك الله خيرا نريد التركيز على في هذه الحلقة على صفة الرحمة في ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم لسياسة الناس صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله بهذه الرحمة نعم في كتابه نعم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوه الرحيم نعم وهذه الآية تضمنت أبعة وصاف كلها من قبل الرحمة نعم عزيز عليه ما عانتم يشق عليه عانتكم نعم فكل ما يشق بنا لا يريده عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نعم وهذا غاية الرحمة نعم حريص عليكم حرصه على هداية الناس أجمعين ونجاتهم من النار الله وقد قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش ويتساقط فيها وهذه الدواب فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها ألا وإني ممسكم بحجزكم عن النار عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جاز نبينا عن أمته ورسولنا من أرسل إليه ثالثا هذه الثالثة حريص عليكم نعم رؤوف الرحمة لا الثالثة رؤوف نعم هذه الرأفة التي تقتضي إشفاقا وتقتضي معاملة حسنة فالرأفة الرقة فهو رقيق على الناس يحلم عنهم ويصبر على أداهم ويحسن معاملتهم وجاء بعدها الوصف الرابع هو الرحمة نعم رؤوف الرحيم نعم وكذلك قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فرحمته ليست ناشية عن تربية الناس بل عن تربية الله والذي قال من الله الله فبما رحمة من الله لنت لهم وَلَوْ كُنْ تَفَضَّنَ غَلِيَّا وَالْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فقد كان رحيما لطيفا ورأوفا بالناس وهذه الرحمة تجلت في تعامله مع الناس جميعا نعم ففي تعامله مع الكبار كان يراعيهم ويمازحهم ويعودهم ويزورهم فعندما جاءه مخرمة وكان في خلقه شيء وهو كبير السن وسمعه من خاله البيت وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم تتوذياب ووزعها فخبأ له النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا جميلا فلما أراد أن يدخل عليه استاذنا عليه أراد أن يدخل رباه ذلك الثوبة إليه فضمه إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضي مخرمة وكذلك في تعامله مع عمته صفية رضي الله عنها صفية ابن توابد المطلب كانت جزلة قوية ذات مرؤة وخلق وتربية ولذلك ربت ابنها الزبيرة من العوام تربية عجيبة وكانت تضربه وهو يتيم فكان أعمامه ينهونها ينهونها عن ذلك فقالت من خالني قالوا ما ضربته إلا لكراهيته قالت من خالني أبغضه فقد كذب وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيشة ويأتيب السلب نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها دخلت عليه يوما فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلين الجنة قال أما علمتي أن الجنة لا تدخلها عجوز نعم فلما رأى ذلك شقة عليها بيّن لها أنهم سيبعثون في سن الثالثة والثلاثين نعم إن شاءناهن إن شاء نعم وعندما كانت ستسافر معه جاءتهم فقالت يا رسول الله أريد أن تحملني قال سأحملك يا عبد الناقة نعم قالت لا يحملني الناقة ورنت أنه أنه يقصد الحوار صغير نعم فقاله هل من جملين الله وهو ابن ناقة نعم وهكذا تعاملهم مع الصغار فكان ذا رحمة بهم وعندما أتاه أهل البادية فرأوه يقبل الحسن بن علي قال له إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قال وما أفعل إذا نزع الله من قلبك الرحمة وكذلك عندما سجد فجاء الحسين وأمامة فركب على وهره فأطال لهم السجود فلما سلم قال نعمل جمل جملوكما الله وكان يصل الظهر بالناس في مسجده فجاءت أمامة بنتها بالعاصي وهي ابنته زينب وتعلقت بذيابه بحملها فكان إذا قام يحملها وإذا ركع وضعها وإذا قام حملها وإذا صهد وضعها حتى أكمل صلاة الله وكذلك تعاملهم مع أولاد المسلمين الصغار في دخوله بيت أبيطل حتى قال ما فعلن غير يا أبا عمير وكناه وركنية محبوبة لدى العرب وفي ذلك يقول الشاعر أكنيه حين أناديه ليكرمه ولا ألقبه والسوأة اللقبه كذاك أدبت حتى صار من خلقه أني رأيتم لا كشيمة الأدب وكذلك تعامله مع الأصدقاء فرحمته شملتهم ومعتنى قصة حاطب بهم جميعا فأنا لا أقصد أصحابه ما أقصد الأصدقاء من غير المسلمين فمثلا مطعم بن عدي من الخيار بن نوفل بن عبد المناف لماته في أبو طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك في جواري ولن يصل إليك أحد ما دون تحين ولما مات على شركه كان في يوم بدن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن مطعم بن عدي حي فكلمني في هؤلاء إنتنا لا أطلقتهم له أو له أهبتهم له ورثاه حسان بين يديه بقصيدة يقول فيها ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعمة الله وكذلك حين كتبت إليه ببنة النظر من حالف من كلدة من عبد الدار من قصيد نعم عندما قتل صبرا يوم بدر نعم كتبت إليه قتيلة يا راكبني إن الوذيل مضنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق هل يسمعني النظر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق ولت سيوه بني أبيه تنوشه قرابة وحقهم إن كان إدق يعتق بلأ بكالها حتى قطر دمعتاه بأبيه من صلى الله عليه وسلم وقال لا يقتل بعد اليوم قراشي صبرا فنهى فنهى عن قتل قريش صبرا ومثل ذلك تلطفه بصدائق خديهة وحبائبها ربما يأتي بالشات فيذبح فيوزعها بين أصدقاء خديهة وعندما سمع صوتها لتهشلها قال كانت تأتي نافي زمان خديشة وكذلك معاملته لأهل بيته فأزواجه ما رأينا من لطفه ورحمته وخدمته إلا أحسن ما يمكن تصوره صبية من تحيي كان بعض أمهات المؤمنين يعيرها بأبيها لأهود المعادل لله ورسوله فدخلت عليه تبكي فعرف ذلك في وجهها فقال أعيرناك بأبيك قالت أجل قال إنك ابنة هارون نبي الله وعمك مرسى نبي الله وزيك محمد نبي الله فأسكتت هنا بهذه الحجة وأعظم به من فخر وعندما زارته وهو في معتك فيه خرج يقلبها ليوصلها إلى حجرتها فرأى رجلان من المرأة أسرع فقال على رسلكما إنها صفية وإن تحيي وكذلك تعامله مع عائشة بالمسابقة مرتين وبوقوفها خلفه حتى ترى الأحباش وقال أشبئتي أشبئتي وكذلك تعامله مع كل أمهات المؤمنين حقيقة سماحة الشيخ نستطيعه نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين هذا قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكن كان هذا التعامل حتى الأعداء يعرفونه نعم الأعداء كانوا يعرفون فيه نعم الخلق الحسن نعم واليهود نعم لما حاصر من قريضة ونادى ونادى عليهم يا إخوان القرادة والخنازير قالوا ما عربناك فحاشا يا محمد نعم وكذلك قرأوا عنه في كتبهم أنه لم يكن فحاشا ولا ليس بفضل ولا عليهم ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة لا يجزي السيئة وكذلك تعامله مع ضيوفه نعم من الإكرام والإجلال وتعامله مع الأسراء نعم وتعامله مع المنافقين والجران كان يعود اليهود لا سمع بمريض منهم عاده وكذلك تعامله مع الأسراء من العرب من المشركين كثم ما تبنيه وثال وغيره نزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونبقى إخوتي وأخواتي مع فاصل نسير نرجع بعده لاستكمال هذا الموضوع فكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي وقد فهمنا من كلام سماحة الشيخ في الحلقات الماضية بأن الحاكم لا بد له من معاونين لا بد له من قادة لا بد من أمراء لا بد من أولاء يعينونه فيما تقلده من أمر المسلمين سماحة الشيخ نريد أن نعرف هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين الأمراء وتقليد النصحة واستكفاء الأمناء في إدارة شؤون الدولة بسم الله الرحمن الرحيم الرسول صلى الله عليه وسلم هديه استغلال الطاقات وتوظيف كل هذه الطاقات ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث حديثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لي من نطق بالإسلام وفي رواية احصولي من نطق بالإسلام نعم ف المعلومات الدقيقة هي التي تم بني عليها القرارات الصائبة صحيح ولذلك كان هديه في اختيار الناس على حسب معرفته بهم و إمكانية توليهم وما يمكن أن ينفعوا به فمن كان بارزا في المجال العسكري استغلوا في هذا المجال من كان بارزا في مجال الذكاء أو في المروء أو في الاقتصاد أو في كل باب يستغله في بابه وقبل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته قسم المستجيبين لهذه الدعوة أمة الإجابة لا تقصى القسم الأول يصلحون لتحمل هذه الأعباء كلها ليس لديهم مشكلات في أمهسهم ولا في المجتمع من حولهم وهم مستعدون تمام الاستعداد لتضحيته في سبيل هذا الدين وهؤلاء يرباهم تربية خاصة في دار الأرقام والقسم الثاني هم مستعدون للتضحية والبذل وليست لديهم عوائق في أمهسهم ولكن لديهم عوائق في المجتمع من حولهم وهؤلاء جعل لهم محضنا تربويا آخر وهو بيته سعيد بن زيد بن عادي سعيد بن زيد بن عامل بن نبيل نعم وهذان البيتاني في مكة لا مضنة فيهما لذلك فاعتماد السرية في هذا الباب واضح نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم وجد قريشا قد انقسم قبل مولده إلى قسمه حلف يسمى حلف المطيبين وحلف يسمى حلف لعقة الدم فالمطيبون هم الذين ناصروا عبد المطالب في حفره لزمزل نعم ولعقة الدم هم الذين نازعوه نعم فالذين حالفوا عبد المطالب طيبتهم إحدى بناته ومسحوا أيديهم بالطيب على الكعبة ولعقة الدم ذبحوا نحروا جزورا فغمسوا أيديهم ولاحقوا الدم نعم فبنو مخزوم وبنو عدي هم من لعقة الدم نعم فكانوا خصوما لعبد المطالب نعم فبنو مخزوم كانوا أصهاره فعبد الله بن عبد المطالب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه فاطمة ابن تعبر بن عائد المخزومية ولما نذر عبد المطالب أن ينحر ولدا من أولاده انبلغوا عشرة يحمونه أراد أن ينحر عبد الله يذبح عبد الله ابنه لأن السهم قد خرر وذبيح نعم فمنعه بن مخزوم من ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث كانت البيئة جاهزة أصلا لهذا الانقسام نعم في قريش نعم وقد كانت سنة الأنبياء كذلك كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين المنذرين نعم فكان بن مخزوم إذاك ناصب وهذه الدعوة العداء من بدايتها كالوليد ابن المغيرة وابن أخيه أبي جهل عمر بن هشام بن المغيرة نعم وليس معناه هذا أنهم جميعا كذلك بل فيهم من السابقين الأولين من ذري أبي سلمة من عبد الأسد ومذين الذين نقضوا الصحيفة أيضا فيهم سلمة ابن أبي ربيعة وكذلك فيهم عياش ابن أبي ربيعة من المستضعفين وعدد من الصحابة السابقين الأولين من بني مخزوم وكذلك ابن عادي فيهم عمر بن الخطاب وكفى به لكن كان معاديا لدعوته بداية ست سنوات نعم حتى أسلم وهداه الله الإسلام نعم فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لكن ابن عمه من السابقين الأول سعيد سعيد بن زيد وأخته أيضا فاطمة وأخوه زيد بن الخطاب نعم بضوان الله عليهم أجمعين فاختار بيتا من بني مخزوم وهو بيته على أرقم ابن أبي الأرقم وكان شابا ليس له أولاد إنما يسكنه البيت هو زوجته وكان غنيا وبيته كبير وكان بيته على الصفاء فلا يستغرب دخوله أحد ولا خروجه منه إذا رأى من يرحوه جعلك أنه يصعى بين الصفاء والمروث نعم وتنتفتهم حينئذ نعم وكذلك بيته سعيد بن زيد هو في قرابة عمر بن الخطاب عمر بن نفيل والد سعيد وزوجته سعيد نعم هي فاطمة ابن الخطاب نعم فالذين جعلهم ببيته سعيد بن زيد منهم مثلا عبد الله بن مسعود وعبد الله كان مستعدا ذكاء وفطنة وعلم وحكمة وإيمانا لتحمل هذه الأعباء وهذه المسؤولية لكنه ضعيف ليس الضعف في ذاته لكن القضية قضية تعلق الناس به كان راعيا يرعى الغنمى على الناس مقابل أجله وهو من هزيل نعم لكن كان من قراشيا هو حليف بني زهرة نعم فهزيل أيضا بنه عم قريش وأهل جوارهم نعم فعبد الله الناس يتعلقون به فلو أن قوما أضلوا شاتا من الليل وجاءوا ويبحثون على من مسعود وجدوا بدال الأرقام لكتوش بهذا الأمر صحيح ومثل ذلك أيضا عمار بن ياسر فقد كان تاجرا يبيع للناس فلو جاء قوم يطلبون حاجة للبيع نعم وبحثوا عن عمار ووجدوه بدال الأرقام مع أن عمار كان أكثر تضحية من غيره صحيح تا في بناء المسجد كان يحمل حجرين نعم نعم نحمل لبينة لبينة وعمار لبينتين لبينتي نعم وكذلك خباب الأرد وكان حدادا يصلحوا لناس الأبواب والنوافذ ويحدوا لهم والسكاكين فلو جاء قوم يطلبونه من الليل ووجدوه في دال الأرقام لكتشف الأمر نعم القسم الثالث قوم لديهم عوائق وفي أنفسهم إما لترسخ بعض القيم الجاهلية فيهم وإما لأن تربيتهم أصلا بدوية لا تستوع بكثير من أمور الدولة وأمور هذا الدين الجديد فهؤلاء لم يأذن لهم في الالتحاق به إذاك مثل وذر نعم وذر قال له أرجع إلى قوم كفكم فيهم فإذا علمت أن الله أظهرني في الحق وكذلك عمر بن عبسة وكذلك الطفيل بن عمرين الدوسي نعم فكل واحد منهم أرجعه إلى قوم لأنهم لا يتحملون هذه الأعباء في ذلك الوقت صحيح بالسبب تربيتهم ورواسب التربية المجتمعية فيهم طيب لو قفزنا فضية الشيخ إلى مرحلة بناء الدولة في المدينة نعم بالنسبة لبناء الدولة في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سود على كل بطن من الأنصار قائدا منهم كأنه هو الضامن والحميل بهذا البطن نقيم فكان بذلك تنظيم محكم نعم وكذلك في القبائل الأخرى وذكرنا أنه لم يسود على قوم رجلا ليس منهم إلا رجلا واحدا نعم وهو الضحاك رضي الله عنه وقد ولاه على بني مزينة وقد جاءوا بتسعين مائة فكملهم بالضحاك فكانوا ألفا لأن الضحاك كان يوزنوا بالمائة من القتال نظر الله عنه وألف من بني عثمان وافي بني عثمان هم مزينة نعم وما سوى ذلك كان يؤمر على كل قوم سيدهم نعم فمن المعلومة أن سعد بن معاذ كان سيد بني عبد الأشهل سيد الأوسي كلهم نعم فسوده عليهم نعم وكذلك سعد بن عبادة بن دوليم كان سيد بن ساعد نعم فساد الخزرج من قراء ذلك نعم فسوده عليهم وكذلك في قريش أيضا لما أسلموا المهاجرون منهم ترك لهم سيادتهم ومكانتهم فكان أهل الجائلية بوصية قصيين وعبد مناهم بعده جعلوا دار الندوة واللواءة لبني عبد الدار نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم خلال اللواءة لمصعب بن عمير وهو من بني عبد الدار نعم عبدري نعم نعم فقال نحن أولى بالوفاء منهم سبحانه لما جاء قريش يوم موحد واللواءة مع بني عبد الدار نعم القضية يعني تولية كل إنسان ما يحسن تولية كل إنسان ما يحسن هذه واضحة جدا في عمله نعم في لما جاء عمر بن العاصي وخارد بن الوليد وعثمار بن وبي طرحة المسلمين بعد صلح الحديبية نعم قال رمتكم مكة بأفلاذ كبيرها نعم فأولئة الثلاثة كل واحد منهم حطم الرقم القياسي في مجال من مجالات الحياة نعم فخارد بن الوليد معروف أنه فارس قريش نعم وحطم الرقم القياسي في الشجاعة وتدبير الحربي نعم وعمر بن العاصي معروف أنه سفير قريش قد حطم الرقم القياسي في الدبلوماسية نعم والعقل نعم تدبير سياسي مع فصاحة اللسان الحنكة هذه تقتضيها الحنكة الدبلوماسية لا بدها من فصاحة اللسان نعم والخبرة بالأخبار والخبرة بالناس وأنسابهم نعم هذه الدبلوماسية لا بد فيها من هذا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه بأبي بكرين عندما كان يعرض نفسه على القبائل نعم فأبو بكرين يعرفه عنهم يقول هذا السيد يقول إن كان في القوم خير وفي هؤلاء يعرفه بهم لمعرفة أبي بكرين بأساب الناس نعم ولما جاء قريشا شئر حسان وقد قال حين قال له رسول الله يتعلم الله كيف يتجوهم وأنا منهم قال له أسلنك منهم كما تسل الشعارة من العجين نعم فجاء إلى أبي بكرين قال استعين بي مني أبي قحافة فعلمه أبي بكرين أساب قريشا نعم فلما جاء إلى قريشا قوله وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد ويقاطب أباس ويعلم الحارف نعم لأن الله عنه قال قريش شئر أن الله ما غاب عنه ابن أبي قحافة نعم فكان عمر بن العاصي محطما للرقم القياسي في هذا المجال الثالث عثمان بن أبي طلحة بنو أسرة حمل اللواء ومفتاح الكعبة نعم والحجبة نعم لكن مع ذلك كان محطما للرقم القياسي في المروعة الله لا يعرف بقريش فتن قصة هجرة من مسلمة نعم فقد كان في عير قادما من الشام في وقت الحر الشديد والسموم الله أكبر وكانتهم مسلمة رضي الله عنها زوجا إذاك لأبي سلمة وكان أبو سلمة قد هرب مختفيا إلى المدينة فجاء إخوانه فأخذوا ولده سلمة رضي عنه وجاء بنو المغيرة فأخذوا ابنتهم فحبسوها نعم فتشتت شمل الأسرة وهي مرضع انتزع منها ولدها الرضيع فبقيت في حزن شديد وكرب وبلاء حتى شوفي علىها فلما شوفي علىها قالوا إن شئت لحقت بزوجك نعم نعم فساعدها أخوالها بن هاشم الموجودون بمكة أعطوها بعيرا وزادا ولكن لم تجد رفيقا ووقت السموم الله أكبر وركبت بعيرها ووضعت ولدها بين يديها واتجهت إلى جهة المدينة لم ترى الأرض قط لم تخرج من مكة قط بذلك الوقت إلى جهة المدينة ما خرجت إلى جهة المدينة ما أعظمها من تضحية فلما ارتفع النهار واشتد الحر وهي لا تعرف كيف تعامل الجمل وكيف تحمل عليه وكيف تضع عنه المتاع رأت العيرة يرفعها السراب من بعيد فكان حب الحياة يحملها على الاقتراب وكراهية المشركين يحملها على الابتعاد الله وتقترب وترجع وتقترب وترجع نعم فلما رأاها لجال القريش قال لهم عثمان دعوني أعرف لكم أمر هذه الضعينة لا تتلف الله شدة الحر والعطش الله فذهب إليها فلما رأاها عرفها فقال ابنتها بمميق قالت أجل قال إلى أين قالت إلى زوجي بمدين نعم فعاد إلى العير وقال لا تطاوعون نفسيا نتركها هكذا ما لك ما ترك فذهب ولم ترى منه إلا خيرا طيلة الرحلة فكان يقود بها بعيرها فإذا كان وقت النزول اختار لها ويلا وهيئ لها المكان وعقل البعير فإذا نزلت عنه جاء فحط المتاع عنه وذهب به ويوقض لها النار فإذا أرادت الانصراف جاء بالبعير فعقله وحمل عليه المتاع ثم انصرف حتى تركب ثم ينزع ويقال البعير ويقال قالت والله ما صحبت رجلا لا يصلي الخمس خيرا منه نعم رضي الله عنه فكان محطبا للرقم القياسي في المرؤة نعم فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رمتكم ما كتبوا أفلاد كبيرها واستغل لهم لذلك نعم ومثل ذلك أيضا قادت الناس كلهم أهل يمن لما أتوه لأشعثون قيس الكندي بن الملوك نعم مرهوا على قومه نعم لما جاءه وفد بني تميم نعم وذكر له ما فيهم من الفضل ومدحوا بما فيهم ومدح بعضهم بعضا فعمر بن الأهتم لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبرقان بن بدل أثناء عليه بشيء واقتصد فقال الزبرقان يا رسول الله إنه يعرف فيي أكثر مما قال ولكنه حسد حسدني نعم فقال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه فلما رأى ذلك عمر قال يا رسول الله والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية ولكنني رضيته فقلت أحسن ما علمته نعم وغضبته فقلت أسوأ ما علمته نعم لأنه تنقصه المرة الثانية لما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحراء وكان الأقرع بن حابس وهو من سادتهم كان يقربه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه ويدنيه ومثل ذلك عطاؤه لعيينة بن حصن بن بدر نعم حصن من حذيفة بن بدر الفزاري نعم كان أجداده قادة فزارة قادة قيس كلها صحيح كان جده حذيفة يلقى برب مضر وكان عمه حمل بن بدر المشهور تعلم أن خير الناس ميت على جبر الهباءة لا يريم ولل لا ظلمه لا قمت أبكي عليه الدهر ما طلع عن نجومه ولكن الفتاة حمل بن بدر بغاه البغي مرتعه وخيم نعم وأبو حصن بن بدر الذي مدحه سهير بن وبي سلم بمدائحه العجيبة ومنها قوله وأبيض فيجاض يداه غمامة على مؤتفيه ما تغب نوافله بكرت عليه غدوة فرأيته جلوسا لديه بالصريم عواذله يفدينه طورا طورا يلومنه واعيا فما يدرينا أين مخاتله فأعرضنا منه عن كريم مرزء عزوم على الأمر الذي هو فاعله هذا يقول فيها تركنا فتا لا تفسد الخمر ماله ولكنه قد يفسد المال نائله الله وذي نسب نائم بعيد وصلته بمال وما يدري بأنك واصله وذي نعمة تممتها وشكرتها وخصم يكاد يغلب الحق باطله خصم يكاد يغلب الحق باطله دفعت بمعروف من القول صائب إذا ما أضل الناطقين مفاصله وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائل عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهباد مقاتله حذيفة ينميه وبدر كلاهما إلى نسب حال على من يطاوله ومن مثل حصن في الخطوب ومثله لإنكار ضيم أو لأمر يحاوله نعم فلذلك نزله النبي صلى الله عليه وسلم مع الطلقاء أيضا نعم تعامله مع قريش قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وقال من دخل دارها بصفيانة فهو آمن حفظ له مكانته نعم وكذلك تقديمه لصفان بن يومية وعكرمة بن أبي جهل نعم وأيضا في سياسته صلى الله عليه وسلم القائد العام لا ينبغي أن يكون منحازا نعم فلذلك لما أتى إلى قوم يرمون قال ارموا أنا مع بني فلان فأبسك لآخرون فقالوا كيف نراميهم ما أنت معهم قال ارموا أنا معكم كلكم الله وكذلك الناس لا يمكن أن يقبلوا أن من تولى الأمر العام يدخلوا معهم في التجارات وينافسهم في الأموال القائد العادل ورئيس الدولة لا ينبغي أن يكون منافسا لأهل التجارات ولا تنمية الأموال لا هو ولا أهل بيتي قد ذكر ابن خلدون أن هذا مما يفسد الملك ولذلك لا أعرف أي حديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم باع شيئا في الإسلام سبحان الله قبل أن يوحى إليه كان يتجر لا خرج في تجارة خديثة لكن لم يذكر أنه باع مع شر البيع في الإسلام كان يشتري وقد اشترى أشياء كثيرة اشترى فرسا من عرابي اشترى حليا اشترى حليا لابنتي بأمامة سعدي بن زرارة نعم لكن لم يكن يبيع نعم لما لأنه أكرم الناس ما سوئ إلى شيئا قطه فقال لا والذي يبيع معناه أنه حريص على بضاعته يريد تنفيقها وترويجها الله لن تأنيني ما كستك لأخذ جملك الله أقول وأيضا القائد لا بد أن يكون في تدبيره الأمور راعي الفروق راعي نفسيات الناس نعم وهو صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الفتح وجاء سعد بن عباد بن دوليم ومعه لواء المهاجرين والأسطار فغرزه بالبطحة وقال اليوم ذلت قريش وخربت اليوم يوم الملحمة جاءت قريش تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومشكاه ضرار بالخطاب بقصيدته التي منها يا نبي الهدى إليك لجاء حجو قريش ولا تحين لجاء حين ضاقت عليهم وساعة الأرض وعاداهم إله السماء والتقت حلقة البطان على القوم ونوذوا بالصيلة والصلعاء إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء وغير الصدر لا يهم بشيء غير صفك الدماء وصفك النساء قد تل الله على البطاح وجاءت عنه هند بالسوأة السواء إذ ينادي بالذل لحي قريش وابن حرب بذا من الشهداء فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء يا أهل اللواء ثم ثابت إليهم من بهم القزرج والأوس أنجم الهيجاء لتكون النبي البطاح قريش فقعة القاع في أكف الإيماء فانهي أنه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء الأمر سكوتا كالحية الصماء نعم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزع منه اللواء وعطاه لقيس لكن أعطاه لابنه قيس نعم فهذا أبلغ شيء صحيح لو نزع اللواء من أي قائد من قادتك أحفظه ذلك أحفظه ذلك وأيضا كان إشماتا للأعداء بهذا وقت المعركة نعم هؤلاء أعداءهم صحيح وأنت هؤلاء ابن عمك وهو كان يقاتلهم معك دفاعا عنك صحيح لكن ما من أحد في طبيعة البشر إلا وهو يحب أن يكون ولده خيرا منه صحيح وإكرام ولده يحب إليه من إكرام نفسه صحيح فلذلك أعطاه ولده الصغير الفتاة درأ المفسدة درأ المفسدة وفهم قيسون أيضا الدرس نعم غرز اللواء وقال اليوم عزت قريس وعامل الله أبير جزاكم الله خير فضيل الشيخ أحسن الله إليكم وحقيقة يعني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم معين لا ينضب وفي ختام هذه الحلقة أريد أن أقول بأنه ينبغي أن تتجه عناية طلبة العلم لدراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة فاحصة والعناية بكتابات المعاصرين الذين استنبطوا الفوائد والدروس والعبر من هذه السيرة العطرة وقد نبهنا فضيلة شيخنا جزاو الله خيرا على بعض هذه المؤلفات النافعة أسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خيرا وأن يبارك فيما قال وأن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله في البدء والختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمتال الجهلي كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعاطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا